موسيقى كشف الاتحاد العربي عن هوية البلدان التي ستحتضن البطولات الرياضية خلال هذا العام الجاري حيث ستحتضن الجزائر بطولة كاسل العرب للمنتخبات لمدونة 17 سنة والتي ستنطلق بداية من الثالث والعشرين أوت إلى غاية الثامن سبتمبر وكانت الجزائر قد احتضنت قبل أيام دورة اتحاد شمال إفريقيا والتي توجت بها مصر في محتل أشبال رمان المركز الثاني قرر الاتحاد العربي لكرة القدم خلال اجتماعه أمس استمرار بطولة كاسل أندية العربية على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا وستقام بنظام البطولة المجمعة وستلعب طيلة حوالي شهر بالسعودية ويشارك فيها الأندية الأكثر جماهرية على مستوى العربي ولم يحدد لحد الساعة بشكل رسمي أسماء الأندية التي سيختارها الاتحاد العربي للمشاركة في هذه البطولة حلت بعثتي الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغرب بأرض الوطن تحسبا لمواجهة وفاق ستيف وشباب الوزداد في ذهاب ربع نهاء رابطة أبطال إفريقيا وسيواجه نسور الهضاب الترجي على ملعب خمسة جوليا الأولمبي صهرة الغد بداية من الساعة العاشرة ليلا فيما سيواجه الشباب ضيفه الوداد البيضاوي يوم السبت وكانت السلطات قد سمحت بدخول ستين ألف مناصر للملعب في حين سمحت الكاف بدخول خمسين وثلاثين ألف مناصر فقط صنع دولي الجزائر الرياض محرز الحدث في مباراة فريقه مونشستر سيتي أمام أتليتيكو مادريد في يابي ربع نهائي دور أبطال أوروبا وشارك محارب الصحراء طيلة أطوار المواجهة كما أنه قدم مردود طيب جعل السيتيزنس وانصاره وكذا الصحفة العالمية يثنون عليها خصوصا بعدما أسقط لاعب أتليتيكو مادريد رينان لودي بمروغة رائعة في الشوطية الأول وتحصل محرز على تنقية ستة فاصل أربعة من موقع هوسكورد العالمي في حين سيواجه قائد الخضر الفريق الملكي في المربع الذهبي أكدت صحيفة موندو دي بورتيفو بأن مدرب البارسا شوفي يسعى ليظفر بخدمات الدولي الجزائر رامي بن سبعيني خلال المركات الصيف القادم وأكدت الصحيفة ذاتها بأن مدرب البلوغران يرغب في استقدام بن سبعيني لأجل خلق المنافسة مع جوردي ألبا الذي تراجع مستواه بشكل غير مفهوم وينتهي عقد بن سبعيني مع غلط باخ العام القادم كما أنه دخل مفاكرة بوليسيا دورتموند الذي أبدأ هو الآخر رغبته في ضمه ترجمة نانسي قنقر